بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمفسارين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الدرس 6.4 بنتناول length of blank curve أو باختصار arc length اللي هو طول القوس أو طول المنحنة في المستوى الإحداثي طول المنحنة بيتحدد بمعرفة y بيساوي f of x مثلا الدلة اللي هي موجودة اللي دونها أزرق ديا والفترة من كام لكام أو from a to b أو from c to d بالنسبة ل y أنا بكامل بالنسبة ل x أو بكامل بالنسبة ل y فهنا with respect to x يعني بالنسبة لمحور x لازم تكون الدلة بالشكل y يساوي f of x والx بين قيمتين a و b فيبقى الأرق length بيساوي تكامل من a إلى b الجزر التربية واحد زادي y by dx لكل تربيع بالنسبة إلى x إذا حسبت هذه الحسبة حسبت طول القوس with respect to y إذا كان أنت بالنسبة ل y يبقى أنت لازم يكون المنحنة بتاعك على الشكل x يساوي g of y مش y ساوي f of x لا x يساوي g of y ويكون التكامل على ال y فيبقى التكامل بالنسبة لل y أقول له from c to d مثلا كده from c to d from c to d 1 زادي dx by dy لكل تربيع بالنسبة ل y عندك القانونين موجودين ومطلوبين تكون فاهم اللي اتنين دول تشتغل بهم إزاي إذا عطاني المعادلة Y تساوي أستخدم القانون الأول إذا عطاني المعادلة X تساوي أستخدم القانون الثاني إذا عطاني حدود للX أستخدم القانون الأول حدود للY أستخدم القانون الثاني طب عطاني حدود للX وعطاني Y تساوي يبقى بالتأكيد للقانون الأولاني عطاني حدود للY وX تساوي G of Y يبقى أستخدم القانون الثاني سواء الأول أو الثاني هو نفس طريقة الحل ما فيش أي مشكلة خالص تعالوا نشوف اول مثال عندنا من امثلة هذا الدرس هنا بيوضح لي الارك لينكث شكله ازاي وبيشوف طريقة حسابه يعني بيقسم القوس الى اجزاء كده تبع عبارة عن هيبوتسيز او طار يعني او طار او اقطار لمثلث قائم الزاوية ويجمعها كلها على هيئة اي سيجما بهذا الشكل ثم يضعها في شكل التكامل اللي هو يكون بالشكل اللي احنا شوفناه مع بعض ممكن اكتب f داش عادي او ممكن اكتب بدلها dy by dx لاثنين صح بالنسبة لو كان g of y ممكن اكتب g dash of y وممكن اكتب dx by dy لاثنين صح يبا دا زي دا ودا زي دا ولكن انا بفضل نستخدم القانون دوت على طول اللي هو dy by dx او dx by dy بس لو قلت dy by dx تقوله بالنسبة لx ولو قلت dx by dy تقوله بالنسبة ل y وتبقى حدودك حدود مين ال y وهنا حدود ال x find the arc length مثاله الاول يعني find the arc length of the curve y equal x to power 3 over 2 3 على 2 from 1 1 to 2 and 2 square root of 2 هنا حدود ال x وحدود ال y حدود ال x اللي هي من عند واحد دا لغاية اتنين دي حدود ال x يعني دا ايه ودا بي طب وال y اقوله من واحد دا الى اتنين جزر اتنين هو عايز بالطريقتين يعني بالصيغة الاولى اللي هي with respect to x وبالصيغة التانية اللي هي with respect to y فاول شيء طالما مديني y انا اقول dy by dx يساوي كده طيب وربعها وازود عليها واحد واحدها تحت الجزر يطلع لي 1 زائد 9 4x طبعا الدالة دي عشان اكملها دي دالة لينير خطية دي دالة خطية فاخد dy بيساوي 1 زائد 9 4x وال dy بيساوي 9 4 dx واكملها عادي ازود 9 ال 4 هنا في السؤال من جوه واحط برا 4 الى 9 9 الى 4 dx اللي هي dy وكل ده هيبقى يقص نص وهيطلع لي 4 على 9 طب ليه هو غير الحدود دي بتاعت التكامل هو غيرها عشان هو غير من x الى y فقال لما كان ال x بواحد يغير بقى الي 1 زائد 9 على 4 يطلع لي اللي هو 13 أربعة ولما كان ال x ب2 يحط 1 زائد 9 على 4 في 2 يطلع لي 22 أربعة ممكن هو ممكن تغير حدود التكامل وممكن تسيبها بعد ما تكامل خالص وتعود عن ال u وترجعها قيمتها تحط قيم ال x او تعود عن قيم ال x الاصلية الاسهل لك اعمله ما فيش مشكلة في الاخر بيطلع لي طول القوس عادي طيب لو عايز بالطريقة التانية يبقى لازم اخلي المعادلة بدل ما هي y تساوي اخليها ايه x تساوي طب ازاي خليها x تساوي نقول له هي كانت y بيساوي x قس 3 على 2 طب انا عايز x بس نقول له بسيطة ارفع للقس اللي هو هيكون قس 2 على 3 بالعكس يعني وهنا برضو يبقى قس 2 على 3 يروح ده مع ده يفضل ليه x يساوي y قس 2 على 3 يبقى كده هستخدم الطريقة او الصيغة التانية تعال شوف كده ازاي بيعملها اهو 2 على 2 على 3 هنا y يساوي x قس 2 على 3 شوفنا ازاي جبناها بعد كده اشتقها بهذا الشكل بعد كده اربعها ودخلها تحت الجزر بعد كده هيكون عندي y اس ناقص 3 وفي بره y اس ناقص كام اس ناقص 3 وهيخد الحدود اللي هي من 1 الى 2 جزر 2 هي حدود ال y يعني بس طبعا ده واضح انه هيكون اصعب شوية من التاني طبعا وهنا عمل اي اولاد عمل عملية توحيد مقامات يعني خلى y اس ناقص 3 على 2 او ريك الزي دي جات من ديت عشان ممكن ايه يعني هنا الخطوة دي بعد ما انا اشتقيت وربعت طلعلي كده هنقول له بقت 1 زائد 4 على 9 اس اس ناقص 2 على 3 هتبك انها كده 1 زائد 4 على 9 زي ما هي تحت وال y تنزل اس 2 على 3 كويس كده وبعدين الواحد اعتبره كام واحد على واحد واضرب كده زي ايه زي حركة المقص فيطلع ليه كام هنا 9 اس 2 على 3 وفوق 9 اس 2 على 3 زائد 4 زائد 4 طبعا خلي بالك كل دول تحت الجزر كده تمام 9 اس 2 على 3 ممكن اخد جزره طالما هو الواحده كده جزره يعني اس نص يعني يطلع 9 اس تلت طب 9 اس تلت وهو في المقام يطلع فوق بكام اس ناقص تلت عفوا y اس تلت الكتابة خليتها 9 يبدأ ده يطلع y اس تلت من الجزر خالص يطلع فيطلع لي y اس ناقص تلت فوق الجزر التربيع كده طب ليه عملنا الحركة دي عشان يكون ده مشتق للي داخل الجزر فياخد بعد كده u وdu ويكمل عادي ما فيش اي مشكلة خالص تماما والحل اللي هنا موجود في الكتابة هوت يعني تطلع عليه ما فيش اي مشكلة وغير حدود التكامل وهيطلع نفس الناتج على فكرة نفس الناتج تماما طبعا هنا finding arc length by numerical methods الطرق العددية الطرق العددية طبعا احنا ماخدناش طرق عددية لكن هنا ممكن نحسب هذا التكامل باستخدام الالة الحاسبة from zero to pi بس لازم الالة تكون محولة الى راديان بس هو الحقيقة احنا لعنى مثال رقم واحد بس ممكن ناخد مثال اخر يوضح الفكرة اكتر عشان بس تكون يعني اوضح ناخد مثلا مثال على arc links بس يكون دوال يعني مثلا زي ما قلنا في المحاضرة المثال اللي هو y بساوي find the arc links y بساوي square root of 8x بس الاكس برا طبعا yx from zero الى 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 2 الى اثنين نعتبر ده مثال رقم اثنين المثال اخر برضو يقول لي مثلا بالنسبة للطريقة التانية اكس يساوي لن سك y و الواي مثلا من باي على من zero الى باي 2 باي اوفر 4 مثلا فهنا مثلا نيجي على المثال الاول اول شيء تعمله تجيب dy باي دي اكس ودي بتساوي square root of 8 جزر ثمانية لان جزر ثمانية اكس زي 2 اكس زي 3 اكس فيما مشتقته على طول بالعدد الموجود هنا لان العدد ثابت طيب ولو ربعته يبقى dy باي دي اكس الكل تربيع بيساوي ثمانية بس طيب ادخل بقى على التكامل على طول ال يساوي تكامل من zero الى اثنين الجزر التربيعي وان بلاس دي واي باي دي اكس الكل تربيع اللي هو كام ثمانية من اسهل اسئلة يعني حتى ممكن يتحل شفوي يبقى جزر التسعة اللي هو كام ثلاثة دي اكس فطبعا تكامل الثلاثة يبقى ثلاثة اكس من صفر الى اثنين وده بيساوي ستة نقص صفر يعني كام ستة حل بسيطه مباشر وسريع ممكن ده يكون complete او multiple choice ان يقول لي مثلا دالة كده وبعدين طلع لي طول القوس او اختاره من الاختيارات لكن ده الحقيقة احتاج حل يعني بيقول لي لين سيك واي ابا انا عايز اول حاجيب مين دي اكس باي دي واي دي اكس باي دي واي طبعا اللين لما اجا اشتقه اجيب مشتقة اللي داخل اللين اللي هو سيك واي تان واي على الدالة اللي داخل اللين اللي هي سيك واي شيل سيك واي مع سيك واي يطلع لي ايه يطلع لي تان واي طيب لو انا عايز اجيب دي اكس باي دي واي لكل تربيع يطلع تان تربيع مش كده او لا طيب ادخل بقى على التكامل يبقى اللي يساوي تكامل من زيرو الى باي على اربع الجزر التربيعي لواحد زائد دي اكس باي دي واي لكل تربيع تان تربيع واي بالنسبة المين بالنسبة الواي عشان كده حطت لك سؤال واحد بالنسبة الـ x وواحد بالنسبة الـ y طبعا ده بيساوي تكامل from zero to pi over four واحد زائتان تربيع طلع سيك تربيع سيك تربيع y طيب وتحت الجزر يبقى سيك y بس دي y طيب سيك y له تكامل خاص به اللي هو مين لين سيك y زائتان y ده التكامل بتاعه و from zero to pi على 4 نعمل له زي قوس من صفر الى pi على 4 اذا عوضت عن pi على 4 فيطلع ليا القوس الاول لين سيك pi على 4 طبعا pi على 4 الكوزين بتاعه بواحد على جزر 2 فيبقى السيك بجزر 2 على 1 او 2 على جزر 2 هي نفس المعنى زائتان y اللي هي تان pi على 4 بواحد ادي الاولان ناقص التاني هيبقى لين سيك 0 ده بواحد زائتان 0 هيبقى 0 طب لين واحد بكام بصفر يبقى كل جزء ده راح يبقى الناتج هو لين جزر 2 زائد واحد دول كده مثالين اضافيين يوضحوا الفكرة اكتر بالنسبة ليه حكاية الارك لينكث ننتقل الى التمارين عندنا هنا في التمارين مطلوب عندي حوالي اربع تمارين رقم 3 و 5 و 2 و 6 2 و 3 و 5 و 6 طبعا رقم 3 و 5 دول مفروض هما exercise ورقم 4 2 مش علينا رقم 4 و 6 دول مفروض هما homework تمام نشوف بالنسبة لرقم 3 هتلاحظ انه تقريبا زي المثال اللي خدناه بالزبط والحقيقة يعني مهم جدا حل المثال بهذا الشكل اللي هو x plus 2 على x3 على 2 من التمارين الحلوة يعني في الحل ومشهورة جدا بالنسبة للارك لينكث فتعال نحله مرة تانية 3 y equal 3x plus 3 على 2 نقص واحد اول حاجة تعملها تجيب dy by dx بكام نقول له 3 على 2 في 3 يعني 9 على 2 x plus 3 على 2 نقص واحد يعني كام نص طب اذا ربعت ده يطلع كام dy by dx الكل تربيع يطلع كام التسعة اربع التسعة وربع الاثنين واربع اكس قص نص يطلع اكس بس طيب ندخل على القانون يبقى اللي يساوي تكامل from 0 to 1 from 0 to 1 وبعدين square root of 1 plus 81 over 4 x دي x ادي كده التكامل ده لو حسبته خلاص يبقى ده طول القوس طب كيف نحسب هذا التكامل نقول له دي هدي دلة خطية دلة خطية ما يهمكش الكاسر بس المهم الاغس هنا قص واحد يعني فهدي دلة خطية الدلة الخطية يأما تاخدها yu و dyu يأما تقسم على معامل x لو انت شاطر بقى وناصح اقسم على معامل x على طول يعني بدل ما تاخد dyu بتساوي كذا وتطلع dyu لا خد الدلة نفسها هي طبعا كده الجزر التربية معناها انها اص نص فلما اجا كاملها اقول له ايه واحد زائد 81 على اربعة x كلها زي ما هي كده الكل اص 3 على 2 تمام على 3 على 2 وايه كمان وقسم لي بقى على معامل x اللي هو مين 81 لما قسم على 81 كأنني بضرب فيه 4 على 81 يعني عكسها بس كده تكملت خلاص واقول له من صفر الى واحد واحل لها بطريقة جبرية عوض الاول بالواحد وعوض الاعداد دي كلها في الحسبة ويطلع لي القيمة الناتج بتاعها النهائي اللي هو يطلع 3.19 ده كده يعني ايه طريقة السهلة السريعة للحل او انك انت تاخد اللي داخل جزر بيو وتطلع ديو تعمل هيطلع لك نفس الناتج تماما يعني ما فيش اي اشكالية خلص رقم خمسة بيقول بيقول y بيساوي x قس 2 على 3 و x من 1 الى 8 الحقيقة هذه المسألة يا ولاد لازم انا يعني اذا غيرتها غيرتها بالنسبة خلتها x يبقى افضل لي لي لان هنا مشتقد ده يطلع 2 على 3 x اص ناقص 3 ولو ربعته يطلع ناقص 3 ومحتاج له مشتقة فاطلعها من تحت الجزر وواحد المقامات زي ما شفنا بالزبط الاجزامبل 1 الجزء التاني يعني الحل بتاع ده زي اجزامبل 1 في الجزء التاني بس انا هقول لك على طريقة حل يعني هتكون ايه اسرع وافضل واسهل من كده نعمل ايه نقول له انا عاوز x بكام فقول له نشيل القص اللي عند الـ x ده نحط هنا 3 على 2 ونحط هنا 3 على 2 القصين ده روح مع بعض يعني اغير معادلة خليها x يساوي y قص 3 على 2 نقول له اه كده بقت زي مين زي اللي كانت فوق رقم 3 وهنمشي بقى dx by dy بيساوي 3 على 2 y قص نص ولو ربعت dx by dy لكل تربيع هيساوي 9 على 4 y وبعدين 1 زائد 9 4 y تطلع نفس الشكل ده وتكملها نفس التكامل وفيش اي مشكلة خالص بس الحدود هنا بقى بطل من x يساوي 1 إلى x 8 تنفع هنا لا انا عايز هنا حدود لل y طالما انا غيرتها خليتها x عايز الحدود دول يكون y نقول له سهلة نغير الحدود دي 2 على 3 صحيح طب لما يكون x ب1 يبقى y بكام يعني x يساوي 1 y يطلع كام يطلع 1 2 3 يعني 1 طب ولما x كانت ب8 يبقى y بكام نقول 8 2 3 طب 8 2 3 يمكن حسابها بسهولة تطلع ب4 حساب الحسبة أو تقول 8 3 2 2 2 2 4 يبقى حدود y بتاعتي هتبقى من 1 ل 4 يبقى l يساوي تكامل الجزر التربيعي طبعا من 1 ل 4 وهول هنا بالنسبة المين بالنسبة y واقول 1 زائد dx by dy لكل تربيع انا عملته قبل كده 9 على 4 y بكده اقدر اكامل ده عادي بال u d u او اني اقول ده ده اللي خطية والقص بتاعها قص نص فاكملها تطلع 1 زائد 9 على 4 الكل قص 3 9 4 y الكل 3 على 2 على 3 على 2 بس تقسم على معامل x اللي هو 9 على 4 يعني تقول 4 على 9 هنا مضروبا وتاخد الحدود from 1 to 4 وتعوض بيهم يطلع لك الناتج بمنتهى السهولة يطلع الناتج بمنتهى السهولة بيساوي رقم كسري يعني كبير ما فيش مشكلة يطلع لك رقم 10 عادي هو ده الناتج بتاعنا اللي هو في رقم كام في رقم 5 بالنسبة للرقم 2 بالنسبة للرقم 2 مش 2 ديت لا عفوا رقم مش علينا رقم 2 علينا رقم 4 لها ديت x يساوي y تربية زائد 2 كل 3 على 2 بنفس الفكرة ما فيش اي مشكلة خالص from y يساوي 0 to y يساوي 1 نفس اللي احنا حلناها تحاول انت تحلها الواحدة وفيش اي مشكلة خالص رقم 4 وبتطلع في الاخير بتساوي الناتج بتاعها رقم 4 بتطلع 4 على 3 الناتج النهائي رقم 6 رقم 6 بتاخد ال f داش نفس الحكاية بس هنا ناتج قسم الدلتين يعني نعتبرها كتدريب واذا حلتها بتطلع لك الناتج في النهاية بيساوي 595 على 144 و ارجو التوفيق لجميع الطلاب والى اللقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته